يا صباح الخير ده أول فيديو في منهج البراثيتولوجي هنتعرف فيه مع بعض على مادة البراثيتولوجي هناخد مقدمة لعلم البراثيتولوجي يعني إيه بارازايت؟ كلمة باراثيتولوجي يعني علم بارازايت يعني طفيليات كائنات متطفل يعني إيه كائن متطفل؟ الكائن المتطفل ده أو الطفيل هو الكائن اللي ما بيقدرش يعتمد على نفسه في توفير حاجاته الأساسية ما بيقدرش يجيب أكرو بنفسه ما بيقدرش يعيش في التربة ولا في المية ولا في أي حتة كده بره جسم البني آدم لأ ده محتاج جسم هوست جسم كائن حي علشان يتغذى عليه وعلشان يستخدمه كبيت يعيش فيه يبقى ده كائن اللي بنسميه الهوست زي دودة دودة مثلا ما بتعرفش تعيش بره جسمي لو خرجت بره جسمي تموت وطول ما هي عايشة عايشة جوه جسمي محصوطة أو ففي الحالة دي الدودة اللي عايشة جوه جسمي أنا هسميها بارازوعيت وأنا بقى اللي هو الكائن هسمي نفسي الهوست أو الكائن المضيف طيب الدودة دي هي بتستفيد وأنا بتضر أهم كلمة في تعريف البرازيتزم أو كلمة بارازوعيت أو العلاقة اللي اسمها بارازيتزم إن كائن من الكائنات في استفيد اللي هي الدودة والكائن التاني لازم يقع عليه ضرر لازم أنا أتضر لازم يحصل لي مرض لو ما حصل ليش مرض أو البني آدم الجوهات دودة ما تعبش يبقى في الحالة دي أنا مش هسميه بارازايت هسميه حاجة تاني هسميه كومانسل زي ما هنشوف كمان شوي لكن علشان أسمي الكائن ده بارازايت هو كائن لازم هو يستفيد وأنا يحصل لي ضرر طيب موجود بقى البرازايت ده أي دودة أول ما بتخلش جسمي بيستنفر جهاز المناعة ويبتدي إيه ده فيه كائن غريب دخل فيبتدي يحاربها وكون إن البرازايت بقى يموت جهاز المناعة بتاعي بقيادة الواي بلوت سيلز يقدر إن هو يتغلب على الدودة دي وتموت خلاص وتمشي أو إن الدودة جهاز المناعة بتاعتي بقى ضعيف وصدها فهي اللي تكمل وهي اللي تفضل قعدة جوه جسمي ده اللي بيحدده إيه طيب يبقى إحنا اتفقنا إن كلمة بارازايت معناها كائن متطفل وإن تعريف الكائن المتطفل باختصار شديد معناه إن كائن المتطفل ده هو بيعيش على حساب هوست هو بيستفيد والهوست بيتضر طيب إيه بقيت الأشكال العلاقات اللي موجودة ما بين الكائنات الحية الأخرى اللي هي الهوست بارازايت ريليشنشيبس الأخرى في حاجة اسمها كومنسالزم كلمة كومنسالزم يعني تعايش طيب إيه الإجزامبل الشهير قوي للتعايش البكتيريا النافعة وبعض البروتوزوة اللي كانت بتعيش جوه إيه جوه الأمعاء جوه الأمعاء الغليظة كلنا فاكرين من سنوي إن كان في حاجة اسمها البكتيريا النافعة اللي بتعيش جوه الأمعاء البكتيريا اللي بتعيش جوه الأمعاء دي هي بتستفيد بس أنا ما بتضرش ما بيحصل لش أي ضرر يبقى الكومنسالزم أو التعايش معناها علاقة ما بين اتنين من الكائنات واحد فيهم بيستفيد والآخر لا يتضرر ما هو ما بيستفيدش بس ما بيتضرر طيب بعد كده فيه علاقات تانية زي حاجة اسمها سيمبيوزز سيمبيوزز معناها تبادل منفع عندنا إجزامبل مشهور في البراثيتولوجي إن بعض الحشرات والنموس بيعيش جوه بكتيريا البكتيريا دي بتساعد في الميتابوليزم بتاع الحشرة وفي نفس الوقت الحشرة بتقدم بيت وبتقدم أكل إيه للبكتيريا يبقى اللي اتنين الكائنات دول هما اللي اتنين ايه هما اللي اتنين بيستفيدوا يبقى كلمة سيمبيوزز معناها تبادل منفع دي علاقة ما بين اتنين من الكائنات هما اللي اتنين بيستفيدوا وبالمناسبة هي permanent association وما يقدروش يعيشوا من غير بعض يعني في دودة كمان بتعيش جواها البكتيريا دي هتخدها بعد كده في موديون 106 هيقولك إن أحد وسائل قتلى هذه الدودة إن أنا قديها أنت بيوتك يقتل البكتيريا ده في العلاج بتاعها فلما بقتل البكتيريا هي ما بتقدرش تكمل حياة يبقى العلاقة دي علاقة إيه علاقة تبادلية تبادل منفعة ولازم تفضل ما بين اتنين من الكائنات هما اللي اتنين بيستفيدوا من بعض صورة أخرى لتبادل المنفعة وهي الميوت ولزم زي الموجود ما بين النحلة والوردة النحلة بتساهم في إن هي بتنقل حبوب اللقاح ما بين الوردة والتانية والوردة في نفس الوقت بتديها الرحيق بتاعها اللي النحلة بتكون منه العسل فهما الاتنين بيستفيدوا ميوت ولزم زي وزي السيمبيوزيز بس الفرق ما بينهم إن الميوت ولزم ما بين كائنات يعني مش موجود عندنا في البرازيتولوجي أصلا ده علاقة كده بس يعني إيه شبه السيمبيوزيز بس ما هيش موجودة أكتر في التفايليات موجودة ما بين كائنات أخرى يبقى أشكال العلاقات ما بين الكائنات الحية باختصار شديد هما أربعة اللي هما الهوست بارازيويت ريليشنشابس يأما بارازيتزم كائن بيستفيد والآخر يتضرر كومنساليزم أو تعايش كائن بيستفيد والآخر لا يتضرر سيمبيوزيز وميوت ولزم تبادل منفعة الاتنين من الكائنات هما الاتنين بيستفيدوا من بعض طيب دلوقتي إحنا عارفين إن في تفايليات كتير قوي في ديدين كتير قوي وفي حشرات كتير قوي مالية الدنيا ملايين من الكائنات ملايين من الديدين اللي بيعيش على النباتات واللي بيعيش على البحر واللي بيعيش في التربة واللي ما بيعملش دزيز واللي بيعيش في الكلب واللي بيعيش في القطة هل أنا هدرس ده كله؟ لا أنا المادة بتاعتي مادة لطيفة جدا وسهلة جدا هي مادة Medical Parasitology أي دراسة الطفاليات اللي بتسبب لي أمراض اللي أنا لما هدرسها هستفيد من دراستها لأن هي ممكن يجي لي بني آدم عنده مرض معين فأعرف أشخاصه يبقى مادة Medical Parasitology بتهتم فقط بالParasite اللي ليها Medical Importance يعني بتعمل أمراض للبني آدم بقيت الديدان بقى اللي موجودة في الكلب والقطة يبقى يدرسها في بطل مناش ده عاضي من هما Medical Important Parasite أو أنا أقدر أقسم مادة الParasitology بتاعتي لإيه عشان أعرف أدرسها هقدر أقسمها إلى تلاتة كاتيجوريز أول تأسيمة وهي مجموعة الهلمينثيز من هما الهلمينثيز؟ الهلمينثيز هما الديدان يبقى أول حاجة هدرسها هي الديدان أو الهلمينثيز تاني حاجة البروتوزوة من هما البروتوزوة؟ كلمة بروتوز يعني أولي مبدئي بروتوزوة هي الكائنات الأولية أو الأوليات دي كائنات وحيدة الخلية ولكن Stop عندك كده دي تختلف تماما عن كل الحاجات اللي انت بتدرسها في المايكروبيولوجي زي البكتيريا والفيروس والكلام ده كله لإن الخلية الواحدة بتاعت البروتوزوة هي Highly Specialized هي Eukaryotic حققية النواء عندها Nucleus السيل دي زيها بالضبط زي السيل بتاعتي زي البني آدم بتقدر تؤدي كل الوظائف الحيوية اللي مطلوبة منها أما البكتيريا والفيروس وكتاب المايكروب تاعك كله ده بحاجات بتقولك عليها Procaryote ما قبل النواء ما فيهاش نواء تالت كاتيجوري هما الارثروبوتز أو الحشرات لماذا أدرس حشرات وأنا في كله الطب حرام عليكم لأن الحشرات بتنقل أمراض أمراض خطيرة زي المالاريا ومشابة وممكن هي كمان نفسها تعمل ديزيز زي مرض الجرب وزي حاجات كتير هتاخدها في الموديولة طيب إحنا دلوقتي فتحنا الكتاب بتاعنا لقينا الصفح الأولانية تعريفات عايزين إحنا بقى إيه نفهم شوية التعريفات دي علشان نقدر نفهم شوية التعريفات دي تعالى نحكي حدودة حدودة بني آدم ودودة كل دودة في الدنيا ليها قصة حياة ليها دورة حياة مش أنت ليك دورة حياة مش أنت عندك قصة حياتك كنت صغنن وكبرت وروحت المدرسة وروحت الجامعة واتجوزت وخلفت واشتغلت في الحتة الفلانية وعملت كذا هي كمان كأنحي من حقها يبقى لها دورة حياة وقصة حياة خاصة بي تبدأ قصة الحياة بهذا البني آدم الغلبان ليه غلبان عشان ده بني آدم مريض عنده دودة الدودان أو أي دودة ممكن تعيش في أي أورجان في جسم الأدد 그다음에 في ديدان بتصيب بالبرين في ديدان بتصيب اللانج في ديدان بتعيش في الإنتستن في ديدان بتعيش في المجأة فهنا نجد الى كل دودة واحدة ربنا خلقها تقدر تعيش داخلها أورجان معي فهذا البني ادم الغلبان عنده دودة والدودة دي عيشة في بتاعته قاعدة مبسوطة جوه قاعدة بتعمل ايه في دودة كبيرة دودة عدلت كبيرة ناضجة بالغة عيشة ميل وفي ميل جوه مبسوطة تاكل تشرب وتتجوز وعيش حياته جم هزي الدودة الميل والفي ميل يتجوزوا بعد ما تجوزوا خلفوا ففي ميل بتاعتهم حطت ايه حطت البيض الاج بتاعتها دلوقتي موجودة فين موجودة في ال small intestine البيضة موجودة في ال small intestine فبتخرج مع الفضلات بتخرج مع الاستول جاهز البني ادم قرر انه يقضي حاجاته في الترع او ما قداش حاجاته في الترع ولا حاجة داخل الحمام عادي وقضي حاجته ولكن احنا كبلد متحضر خدنا مياه الصرف الصحي ورميناها في الترع فاللي حصل اللي حصل ان البيضة دي اللي نزلت في الستول او نزلت في البراز بتاع هذا الشخص وصلت إلى مية الترى وهي معدية كده في المية قبلتها سمكة هذه السمكة بتحب البيض أول ما شافت الإيج بتاعت الدودة راح توكلها دخلت البيضة بقى دي جوه السمكة فقست وطلع منها كتكوت صغير أو دودة صغننة لسه تتغنونة كده في بداية حياتها بنسميها في البراثيتولوجي لارفا يعني إيه لارفا يعني يارقة يعني إيه يارقة يعني دودة صغيرة دودة سنها صغير لسه مش مكتملة النمو لسه ما تكونش فيها وباقت أدلت ميلو في ميلو وهكذا يبقى دي طفل صغنن اللي هي اللارفا طيب هذه اللارفا أو الطفل الصغير موجودة دلوقتي فين جوه السمكة فدي سمكة مريضة جوها إيه لارفا جابني آدم تاني مش غالبان ولا حاجة معدي قرر انه هو يصطاد السمكة دي وياكلها بس وهو بياكلها ما سوهاش كويس فلما ما استويتش كويس فضلت اللارفا دي لسه عيشة جواها اللارفا دي وصلت للسمول انتستن بتاع الشخص الجديد ده وتحولت جواها كبرت إلى قضلة ميلو في ميل وكملت دورة حياتها تاني وتوتا توتا خلصة الحدودة من هذه دورة الحياة أنا هستفيد إيه؟ هطلع منها شوي التعريفات أول تعريف عندي هو التعريفات بتاعة الهوست الكائن المضيف أول تعريف الديفينيتيب هوست من هو الديفينيتيب هوست؟ الديفينيتيب هوست أو الفاينال هوست أو العائل الأساسي هو العائل اللي بتعيش جواه الدودة الكبيرة الأدلت يبقى في حالتي ده مين هو الديفينيتيب هوست؟ هو المان يبقى أنا في قصة حيات هذه الدودة هعتبر المان هو الديفينيتيب هوست أو العائل الأساسي إن كانت عايشة جواه الدودة الكبيرة تاني تعريف الانترميديات هوست العائل الوسيط هو الكائن اللي بتعيش جواه أي حاجة غير الدودة كبيرة يعني اللي بتعيش جواه الكائنات الصغيرة الأطفال الصغيرين في حالتي ده كانت مين؟ كانت السمكة يبقى أنا في دورة حياة هذه الدودة هعتبر السمكة هي الانترميديات هوست تالت تعريف الهبيتات البيت ايه هو البيت او الهبيتات؟ هو الأورجن العضو اللي جواه جسم الديفينيتف هوست اللي بتعيش جواه الدودة الكبيرة يبقى كلمة هبيتات تعود على مين؟ تعود على المكان اللي بتعيش فيه الدودة الكبيرة جواه جسم الديفينيتف هوست يبقى في حالتي دي أنا هعتبر ان الـ small intestine هي الهبيتات تمام؟ طيب تعال بقى ناخد تعريف ثاني قال لك في دورة حياة هذه الدودة البني آدم ده لو أكل الدودة الكبيرة الدودة الكبيرة لو خرجت برا لـ small intestine بتاعة البني آدم العيان هتموت مش هتكمل فالفل لو جايب بني آدم تاني معدي كده أكل الدودة دي هو مش واخد باله مش هيتعدي وقال لك ان البيضة دي بيضة هشة البيضة بتاعتها بيضة هشة لو نزلت في الـ stomach هتتجسر بالـ gastric acidity والبقى يعيان مش هيتعدي يبقى لو البني آدم شرب مية فيها البيضة دي مش هيتعدي في حالة هذه الدودة لازم البني آدم علشان يتعدي يأكل سمكة جوها لارفا لو أكل أي حاجة تاني ما يتعديش يبقى أنا هاعتبر اللارفا دي هي الـ infective stage يبقى الـ infective stage أو الطور المعضي هو الطور الوحيد في دورة حياة أي دودة القادر على إن هو يحدث infection يبقى مين هو الطور المعضي أو الـ infective stage في حالة هذه الدودة هي اللارفا ما أقدرش أعتبارها الأدلت وما أقدرش أعتبارها الإج طيب التعريف اللي بعد كده قال لك العيان ده أنا كل اللي يخصيني في دورة حياة هذه الدودة ولا يخصيني راحبين ولا جات منين ولا عملت إيه أنا دلوقتي دكتور جايلي العيان ده وبيشتكي من أعراض معينة إنه هو عنده الدودة دي في بطن أنا عايز أشخصه وعايز أتأكد إن الدودة دي موجودة في بطن هعمل إيه؟ هذا البني أدم اللي عندي جواه دودة عايشة في الـ small intestine أنا مش حعرف أشوفها وفيه إجز البيت بتاع الدودة دي اللي ليه شكل محدد وأنا عارفة شكله ده بينزل مع الستول يبقى أنا ممكن أخذ عينة استول عينة براز من هذا الشخص وأفحصها فهلاقي فيها الإج بتاعة الدودة فهعرف إنه هو عنده الدودة يبقى الإج في هذه الحالة هي الـ diagnostic stage الطور التشخيصي يبقى الطور التشخيصي هو الطور اللي أنا باعتمد عليه في تشخيص هذه الدودة في تشخيص المرضة إيه هو mode of infection؟ mode of infection هو الطريقة التي حدثت بها العدوى خلاص الطريقة اللي حدثت بها العدوى في هذه الدودة هي إيه؟ هي عن طريق إن أنا أكلت سمكة فيها larva يبقى mode of infection ingestion of larva in سمكة in fish يبقى mode of infection هي الطريقة التي حدثت بها إيه؟ العدوى أهم تعريفات بتهميني أنا في الميديكال بارا سيتولوجي كدكتور هما الانفكتيف ستيج إزاي خدست حصلت العدوة عشان أقدر أن أنا أمنعها الديجنوستيك ستيج اللي أنا دكتور دلوقتي وعايز أشخص فمهمة عندي جدا أن أعرف مين هو الطور التشخيصي والمود في انفكشن اللي هي طريقة حدوث العدو طيب في هذه دورة الحياة جاء كلب كلب معدي كده الكلب ده قرر أنه هو يصطد السمك هذه ويقولها باللرفة اللي جواه فاللرفة دخلت جول سمول انتستن بتاعته وعملت لدودة وبقى مريض زيه زي البني آدم طيب في هذه الحالة أنا دلوقتي عندي كلب وجواه دودة كبيرة أضلت وعمل له نفس الأعراض بتاعت البني آدم هسمي إيه هسمي definitive host لا مش هسمي definitive host ليه هسمي ريزيرفوار host إيش معنى مش هو definitive host آه هو حق ربنا هو definitive host عنده دودة كبيرة أضلت وقعدة في السمول انتستن بتاعته وعمل له نفس الأعراض بالزبط زي البني آدم يبقى هو المفروض عائل أساسي أو إيه أو definitive host بس أنا عشان عنصرية ووحشة البني آدمين عنصريين كلهم فأنا مش هسميه مش هسويه باية مش هسميه زي definitive host هسميه ريزيرفوار host طب كلمة ريزيرفوار host جات منين ريزيرفوار يعني مخزن إيش معنى مخزن لأنه هو دايما بيبقى سورس للعدو يعني أنا لو جيت في منطقة معينة وقضيت على الدودة خالص على كل البني آدمين اللي عندهم الدودة عالجتهم وبقى مفيش حد فيهم مصاب وقدرت إن أنا أمنع العدوى فيهم إن أنا قلت لهم ما يكلوش السماء كانية خلاص فأهم البني آدمين استجابوا لي وما يبقواش شكل السماء كانية ولكن still في كلاب راحة جاية لسه عندها المرض فدي بتآكت إن هي إيه مخزن للعدوى سورس للإنفكشن موجود في هذه المنطقة يبقى عشان كده أنا الحيوانات اللي بتتصاب بنفس الدودة بتاعتي بسميها ريزيرفوار host أو مخزن للإنفكشن بايب هذي الدودة بقى هذي الدودة اللي عايشها جوا جسم البني آدم الدودة دي ما تقدرش تعيش بره دي اسمها obligatory parasite دي obligatory parasite يعني إيه obligatory parasite يعني لازم تعيش جوا جسم البني آدم لو خرجت بره جسم البني آدم تموت في حالة دي بسميها obligatory parasite لكن فيه parasite تاني بقى في ديدان إير دا بقى في ديدان ممكن تكمل دورة حياتها كلها في التربة مثلا ايه بيضة تدي لارفا تدي دودة فإيه فبتعيش في التربة بتعيش في المياه دي مش محتاجة جسم host أساساً تعيش فيه دي هي عايشة مبسوطة كده بره في الenvironment فدي بسميها free living parasite دي بقى الدودة اللي بتعيش جوا جسم host بسميها obligatory parasite الدودة اللي بتعيش بره في الenvironment بسميها free living parasite في ديدان بقى بتحب ايه او مش بتحب ايه بتعرف تعمل الاتنين يعني هي والله يا عايشة مبسوطة في التربة والجو كويس ودرجة الحرارة كويسة قديني عايشة free living طب لأ المطرة ما اضطرت وانا بقيت متضايقة دلوقتي ومش عارفة عيش في التربة هروح من ايه ايه بني آدم وخش جواه ويعيش parasite دي في الحالة دي بنسميها facultative parasite اللي بتقدر تعمل الاتنين هي facultative parasite هي بقى بالمختصر مفيد شوية التعريفات اللي احنا قلناهم رقم واحد definitive host العائل الأساسي ده مين؟ ده الهوست او الهوست اللي بتعيش جواه الدودة الكبيرة الريزرفوار host ده اي حيوان غير البني آدم بتعيش جواه الدودة الكبيرة الانترميديت host ده الهوست اللي بتعيش جواه اللارفل stages العيال الصغيرة الهابيتات هو الورجن اللي بتعيش في الدودة الكبيرة جواه جسم definitive host الانفكتيف stage هو الطور المعضي الطور الوحيد القادر على إحداث العدوى الطور التشخيصي الطور اللي أنا بشخص بيه المرض اللي هو بيبقى أبين لي في biological samples موجود في الeurين موجود في الستول موجود في حاجة قادرة وصلها بسهولة وشخص بيها المرض ده بنسميه الطور التشخيصي mode of infection ده الطريقة اللي حدثت بيها العدوى obligate parasite parasite لازم يعيش جوا جسم host free living parasite parasite ما بيحبش يعيش جوا جسم حد بيعيش كده في التربة وفي المية فكالتة في parasite parasite تقدر يعيش أو دودة تقدر تعيش parasitic جوا جسم host وديقدر تعيش free living في التربة طيب عندي بقى تعريف هات تانية ده بني آدم هون هزا البني آدم مأمل في أمل في شعر رأس عندك تعريفين حاجة اسمها temporary وحاجة اسمها permanent parasite يعني ايه permanent زي الأملة دي هزي الأملة لما ناخدها بعد شوية هتعرف ان الأملة دي لازم بتعيش فوق شعر الراس أو فوق شعر الجسم فوق اي شعر يعني وعندها رجلين كده زي رجلين الكابوريا بتقفش في الشعراية وتفضل عايش جوا جسم بني آدم هذه الأملة لو ثبت جسم البني آدم تموت ما تعرفش تعيش برا جسم بني آدم وعشان كده الأملة بيعدي من شخص للتاني وهم عادين جنب بعض لان هي لازم تنط على جسم host تاني ما تمشيش كده ايه لوحدها في الأرض فدي بنسميها permanent parasite permanent parasite يعني هي لازم تعيش جوا جسم host ولو ثبت الhost تموت على النقيد هذه البيت باكز أو بق الفراش بق الفراش ده بيعمل ايه ده في النهار بيبقى مستخبي في الشقوق بتاعت الخشب عفش قديم تحت المراتب ويجي الليل بقى هل علينا الليل نبتدي يروح يتمشى يروح يتمشى ايه يقرص البني آدم يمص شوية دم وبعدين يرجع يستخبى تاني يبقى ده بيقرص ويروح يقرص ويروح طالما بيقرص ويروح فانا بسميه ايه temporary parasite يبقى permanent parasite لازق ما بيقومش من على جسمي temporary parasite بياكل ويروح بياكل ويروح بعض الكائنات بقى بتبقى برازيتك في بعض ال stages بس من حياة زي مين زي المايتايا دي دي نوع من الحشرات اسمها mite هذي المايت بتعيش في التربة عادي خالص free living ملاش دعا بحد ما بتقرصش بني آدمين لكن اللارفا بنتها صغيرة هي دي اللي بتقرص بني آدمين ومص دمهم فعشان كده دي هي الparasitic يبقى بعض الparasite عندك اول سطر كده في التعريف في كتاب بيقولك ان هي عندها option ان هي اما تبقى parasite obligate او ان هي تبقى free living او ان هي تبقى facultative زي اللي اتفقنا بالدودة اللي ممكن تعمل الاثنين او ان هي تبقى parasitic في بعض الستيج بس من حياتها زي هذي المايت اللي هي parasitic في الستيج بتاع ايه بتاع اللارفا بعد كده في حاجة اسمها opportunistic parasite دي الدودة الانتهازية الparasite الانتهازي اللي هو لما ممكن تصيب بني آدم منعته كويسة ما تقدرش عليه ملهاش دعوة به خلاص ما بتكلموش بتعملوش أعراض جهاز المناعة قادر عليها يجي بقى اخينا ده لأي سبب ما منعته تقع يبقى immunosuppressed في هذه الدودة اللي كانت مستقنسة ولطيفة وزي الفل اللي تبقى شريرة مرة واحدة وتبتدي تعمله أعراض يبقى الدودة الانتهازية هي الدودة الايه opportunistic اللي هي بتتشطر بس على البني آدم اللي منعته وقع لكن ملهاش دعوة او ما بتقدرش على البني آدم اللي منعته ايه كويس عندك تعريف بعد كده في الكتاب حاجة اسمها carrier يعني ايه carrier في دودة او مش دودة في بروتوزوة اسمها انتميبة histolytica الانتميبة دي او الاميبة كلنا نسمع عن الاميبة كلنا اكيد سمعنا عن الدوزنتاريا الاميبية دي هذه الاميبة منتشرة جدا في مصر واي حد فينا بيجيلوا دور اسهال بياخد علاجها من غير ما يحس بياخد قرصين فلاجيل مشكلة الانتميبة بقى ان هي علاجها عشر تيام فلاجيل الفلاجيل لأي حد اخده دوى مؤرف دوى كده سيء جدا مشكلته في الميتالك تيست تحس ان انت كأنك ماسك معلقة حديد وعمل تلحس فيها فيه متالك تيست على طول في بقك وهو نفسه بيعمل نوزيا وفومتينج ويخليك عايز ترجع فحاجة صعبة قوي فلي بياخد قرصين من الفلاجيل ما بيعرفش يكمله فهذه البروتوزوة بتتحول الى نوع ضعيف كده عايش جوه الجسم او بتتحوصل وتبقى حاجة اسمها سيست موجود جوه جسم البني ادم ولكنها ما خفتش البني ادم ما بقاش عنده اعراض انت خلص بقيت زي الفل بعد ما خدت القرصين فانت بقيت زي الفل لان هي تحوصلت ومش عاملها لك اعراض ولكن انت معضل غيرك ليه؟ لان انت بقيت دلوقتي كارير حامل للمرض او صحيح انت ما عندكش اعراض ولكن السيست او الحويصلات دي نازلة في الستول بتاعك وممكن تعدي الناس الكارسب كبيرة لو الشخص ده او اخينا الكارير ده شغال فود هندلر شغال على سيخ شاورمة او شغال في اي مطعم وبيقدم الاكل للناس ومبيخسلش ايده كويس بعد الحمام يبقى ده ممكن يبقى source of infection ويبقى كارير للمرض وصورس للعدوى لغيره طب في بعد كده تعريف حاجة اسمها accidental host ده كلب عادي عايش متعايش ودي دودة بتاعت الكلب يعني دي دودة بتؤذي الكلب بتجيله عن طريق ان هو ماشي في الشارع معادي فبياكل البيض اللي مرني في الشارع فالبيضة بتاعت الدودة دي بتتحول جوه جسمه الى دودة كبيرة قاعدة في الانتستين بتاعته يبقى دي دودة بتاعت اتنين بتاعت الكلب جيت انا معادي بس انا مش نضيف كلت من الشارع فانا غلط كده غلطة غلطت حياتي ان انا اكلت الايج دي بالغلط بالصدفة فانا ساعتها هسمي نفسي accidental host البيضة دي فاجت له الدودة دي معا ان الدودة دي مش بتاعتي هي بتاعت الكلب اساسي يبقى accidental host ده الهوست اللي بياخد دودة مش بتاعته في دعريف عندك بعد كده حاجة اسمها Victor النموسة زي النموسة او زي القرادة او زي sandfly او زي الحاجات اللي انت هتاخدها في موديول مية وتلاتة كلها اللي هي الحشرات اللي بتشتغل كVictor يعني ايه Victor يعني حشرة بتنقل مرض مش احنا لسه مش شوية قايلين الانترميديات host هو الهوست اللي جواه اي الارفاط هذا الانترميديات host لما بيبقى نموسة او لما بيبقى حشرة بسميه Victor يبقى الVictor هو الحشرة اللي بتنقل المرض من شخصي للتاني هذا هو الVictor عندك بعد كده تعرفين حاجة اسمها اندوبرازايت واكتوبرازايت الاندوبرازايت زي اي دودة اي دودة قاعدة جوا جسمي يبقى دي داني القاعدة جوا جسمي جوا الانتستن جوا البرين جوا اللانج جوا الليفر يبقى دودة عايشة جوا الجسم دي بنسميها اندو يعني جوا اندوبرازايت وبتعمل لي Infection اما الاكتوبرازايت زي القراضة دي القراضة دي بتعمل ايه بتلزق على الجلد مش بيقولك لازق زي القراضة القراضة بتلزق بتدفس راسها جوا الجلد وتبدل قاعدة هي من بره كده يبقى القراضة الحشرة دي او زي مثلا الامل دي بحاجة قاعدة فوق جسمي قاعدة على جسمي من بره فانو بسميها اكتو بارازايت اكتو يعني بره وفي الحالة دي بسمي الانفكشن بيها ما بسميوش انفكشن بسميه انفستيشن شكرا شكرا